يتسأل البعض كيف يصل المهاجرون غير الشرعيون إلى الضفة الأخرى لتحقيق حلم ولو عبر قوارب الموت وهو ما تجيب عنه أروقة المحاكم التي تعج بقضايا هجر غير الشرعية المحاكم التي لها اختصاص محلي تطل على السواحل مباشرة يعني عرفت عدة تحقيقات قضائية لشل هذه الجماعات الإجرامية المنظمة ونلاحظوا أن معظم الأحيان وين تكون محاكم الجنايات لها عقوبات جد مشددة جد مشددة لهؤلاء الأشخاص أو هؤلاء المجرمين الذين يراهم يغضروا بشباب الجزائري في إطار جماعات إجرامية وفي إطار جماعات إجرامية أجنبية وين لحقت حتى نصبنا عدة رضع أو نساء غرقوا وعدة جثاث خرجوا للسواحل الجزائرية العدالة الجزائرية تقوم بتحقيقات قضائية لشل هذه الجماعات الإجرامية المنظمة للهجرة الغير الشرعية وأحكاما قضائية مشددة لمثل هذا النوع من القضايا للحد من هذه الظاهرة نظم قانون العقوبات الجزائري هذه الجريمة في المادة 330 من قانون العقوبات والتي نصت على عقوبات جد رضعية بالنسبة لهذا الجرم أولا إذا كانت في إطار هجرة غير شرعية أو تهريب المهاجرين تلحق العقوبة التحائد خمس سنوات وتعتبر جنحة ولكن الأمر الردعي الذي جاءت به هذه المادة أن هذه الوقاعة يمكن أن تصل إلى جناية يعني عشرين سنة فما أكثر إذا تمت في إطار جماعة إجرامية منظمة وراء كل رحلة هجرة غير شرعية قصص معاناة لأشخاص يعرضون أنفسهم للخطر عن طريق الهجرة غير الشرعية وشبكات إجرامية تتجر بحياتهم متناسين بذلك العقوبات الصارمة التي سنها المشرع الجزائري تؤدي بهم إلى السجن ترجمة نانسي قنقر